قبل الفاصل هادوك نكمل عليهم بانقول ايه المأكلات بقى او الاكل لسنا من المشروبات بالزبط ندخل على المأكلات اول حاجة دايما بنصحها من بعد فترة لغبطة العيد بالخضار وخصوصا الكوسة احنا اللي ما كانش بيشوفنا قبل الفاصل قولنا دايما جزء كبير من المية هو اللي بيبقى متخزن او مدينا احساس النفخة ومدينا احساس التقل على الميزان لما بندخل الكوسة او الخضار عموما فاكلنا الكوسة فيها نسبة مية عالية اوي فاتخرج اي مية محبوسة الكوسة فيها نسبة الياف عالية اوي 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 ودايما لما بنيجي لغبط وبناكل نشويات او بناكل سكريات دايما يبتري يحصل امساك لان الدقيق الابيض اللي موجود في البيتزا او كده مسبب للامساك وما فيش حد بيجي لغبط ويقولك انا كلت خضار عادة ما بيبقاش موجود فبيبقى الخضار وحشنا من بعد فترة اللغبطة فالكوسة بالذات من اكتر الحاجات اللي اولا بتحسن معدل الحر وفيها نسبة المية زي مكلم تنصح بطريقتها ازاي في الاكل؟ في كذا طريقة اكتر طريقتين الناس ما بتحبهمش اللي هو شربة الخضار او انها تكون مسلوقة وفي الطريقة اللي هي العادية خالص ان انا ممكن اعملها بطماطم وبصل وصلصة بس حتى لو هسبك برضو دي نقطة الناس ملغبطة فيها ومش عارفاها ولسه بيتعاملوا بالأولد سكول او بطريقة التفكير القديمة مادم هتعمل ريجيم يبقى لازم شربة خضار لا احنا لما بنقول تسبيكة بلاش دي مش عشان مريض السمنة دي الناس اللي عندها مشاكل في القولون او مشاكل في المعدة اللي التسبيك بيوجعها او بيتعب معدتهم دي نقطة النقطة التانية كمية الدهون اللي هتتحط وانا لما اعمل مثلا كوسة معمولة بمعلقة سمنة بلدي صغيرة او معلقة زيت صغيرة غير لما اعملها بثلاثة اربع معالق فانا ممكن اعمل الخضار عادي بس بحتة زلدة صغيرة او بحتة سمنة بلدي صغيرة عندي مشاكل في القولون ما سبكش اعملها نايف نايف ما عنديش ما عنديش مشكلة خالص في طريقة كمان بتبقى ظريفة قوي ودي حتى انا بحاول دايما اقولها للامهات عشان اطفالهم بتتقطع زي زي الشابس كده زي شرائح البطاطس وحتى في مكان بيقطعها رفياعة خالص 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 وبعد كده تتحط في صنية في الفرن واتت